طيب الاناتوميكالبوديشن عمتا بتاع الهيومان بادي الاناتومي نفسه لما جي اوصفه بخلي جسم الهيومان بادي موجود في وضع معين الوضع المعين ده بنسميه الاناتوميكالبوديشن بحيث ان البادي بقى واقف اركت والفيت برا للا بعضها والارمز على كل جنب بتبقى هانجينج على السايدز والبالم بتاعت اوار هانز بتبقى فيسنج فورورد يبقى الاناتوميكال بتاعنا ان البادي واقف واقف بطوله الفيت برا للي بعضها هما الاتنين و اوكي يبقى ده كده الاناتوميكالبوديشن اللي على اساسه هبتدي اشرح يعني ايه سوبيريور يعني ايه انفيريور يعني ايه ميديل يعني ايه لاترال يعني ايه ديستال يعني ايه بروكزيمال يبقى ده الاناتوميكال بوقف الهومان بادي في الطريقة او بوقفة معينة ان البادي يبقى شكله الفيت برا للي بعضها الصورة هنا زي ما احنا شايفين فيه اوضاع مختلفة للهومان بادي لو محطوط على وشه والفيس بتاعه اللي تحت يبقى اسمه اسمه اما لو نايم زي ما نايم على السرير عادي نايم على بتاعته والفيس بتاعه الفوق ده اسمه يبقى وحنا نايمين على ظهرنا بنسميها واحنا نايمين على وشنا يبقى اسمه طب ايه كلمة يونيلاترال وبايلاترال يعني المقصود بيها على ضحية واحدة من جسم الانسان يبقى لها علاقة فبنسميها يونيلاترال كلمة بايلاترال يبقى المقصود بيها الجنبين بتوع تمام? اوكي طيب نتكلم بقى ايه شوية يعني تعريفات كده عايزين نفهم ايه معناها علشان هتتساعدنا اكتر لما نيجي نتكلم عن نبقى عارفين يعني ايه انتيريور يعني ايه يعني ايه ميديل يعني هنبدأ بيهم دلوقتي اللي هما الانتيريور والبوستيريور. كلمة انتيريور يقصد بيها كل حاجة ناحية من قدام. كلمة بوستيريور ريليتد او او منهم يقصد بيها اي حاجة يبقى كل ما هو امامي هسميه وكل ما هو خلفي هسميه بوستيريور. في كلمتين تاني ممكن نقولهم على ساعدنا اصطاعد بيهم. ناحية حاجة اسمها يبقى ناحية الانتيريور وحاجة دورسل يبقى ناحية الايه البوستيريور. يبقى انتيريور هو كل ما هو قدام في جسم الانسان وبوستيريور كل ما هو خلفي في جسم الانسان. يبقى ده انتيريور ام بوستيريور. طيب اه مصطلح تاني كلمة سو بيريور وانفيريور وقصادهم كمان كرينيال وكودل سوپيريور يبقى كل ما هو نحية الهد فبسميه سوپيريور ولو بتكلم على أورجنز وبعضها ولقيت ان في أورجن فوق أورجن بقول ان الأورجن ده سوپيريور للأورجن ده فبقى كلمة سوپيريور يبقى هو كل ما يتعلق بانه حاجة نحية الهد وانفيريور بقى الكلمة العكس او المضاد لها هي كل شيء لي علاقة او موجودة فبسميها أمال ايه بقى كلمة كرينيال ولا كودل كرينيال ده جاية من نحية للحاجة للهد نحية الهد يبقى بسميها كرينيال كلمة التانية اللي اسمها الكودل يبقى كأنها قصدي بيها نحية التيل او نحية بسميها كرينيال وكودل يبقى نحية فوق وكودل تمام؟ يبقى كرينيال كودل تمام؟ طب ايه الفرق يبقى بين ميديال ان لاتري طيب ميديال دي كلمة بنقولها لما بنلاقي ان الحاجة قريبة من ماشي في نص جسم الانسان بالضبط اللي هو اسمه كل ما هو قريب يعني كأنه خط خط في جسم الانسان من فوقه لتحته وخط الخط ده بالضبط في الميد لاين بتاع جسم الانسان ده كل ما هو قريب من الميد لاين ده بسميه ميديال بسميه ايه؟ بسميه ميديال طب اما للكلمة العكس على طول لي هتبقى اسمها ايه؟ اسمها لاترال لاترال هو كل ما يبعد عن اللاين اللي احنا رسمناه دوت اللي هو الميد لاين اوف زا بادي يبقى اسمه ميديال ولما بعد عن الميد لاين اوف آآ هيومان بادي بسميه لاترال يبقى الاتنين عكس بعض كل ما اقرب زي ما احنا شايفين في الصورة السهمين يقربوا يبقى ده حاجة قريبة من الميد لاين فبنسميها ميديال يعني والناحية العكس بقى الكلمة العكس بتاعتها اللي هي لاترال ألاقي السهم طالع لبرة يعني معناه ايه؟ معناه لاترال يبقى خط اللي انا رسمته في نص جسم الانسان اللي هو طيب الفرق برضو ما بين كلمة يبقى احنا لغاية دلوقتي قولنا انتيريور وبوستيريور قولنا سوبيريور وانفيريور قولنا كرينيال وكودل قولنا ميديال ودلوقتي قدامنا دلوقتي الفرق ما بين المصطلحين دول هو كل حاجة الرابط من بتاع جسم الانسان او بتاعتها يعني مثلا لو انا بتكلم على لو بتكلم على او الدراع عن مثل يبقى كل ما هو قريب من عند بسميه وكل ما حاجة بعدت ناحية هسميها يبقى لو انا بتكلم عن يبقى كل ما الحاجة قربت من ناحية اللي هو الكتف يبقى دي حاجة اسمها لانها قربت من تمام او قربت من البداية او بتاع الحاجة اللي انا بتكلم عليها دي فبسميها كل ما بعد عنها يعني اروح مسلا بتاعنا اللي هو لو روحت لغاية يبقى انا بتكلم عن يبقى تمام يبقى انا قريب من او فبسميه لو انا بعدت عن بتاع البارت اللي انا بتكلم عليه يبقى انا بتكلم عن نفس الكلام في يبقى لو قربت ناحية يبقى ده اسمه لو وصلت لغاية الفوت يبقى ده اسمه تماما. ادي الصورة اللي قدامنا دي بتوضح لنا ايه هو و زي ما قلنا السهم الفوق كده يبقى كل ما هو ناحية يبقى اسمه كل ما نزل يبقى اسمها. لما قرب من يبقى اسمه ميديل. لما قرب لما ابعد عن اسمه لاترال. طيب. الزي ما قلنا كده ابعد عن الشولدر فور كزامبل في الابر لين يبقى اسمه ديستان. اما اقرب من при شولدر يبقى انا بتكلم عن حاجة اسمها بروكزيمال. في بنفس الكلام. الربط من الهيب جوينت يبقى اسمه بروكزيمال. بعدت عن الهيب جوينت وروحت ناحية الفوت. يبقى دوت ديستل. تمام? كل ما هو او كل ما هو للبادي بقى اسمه او الاسم التاني زي ما قلنا اسمه وكل ما هو خلفي بسميه او الاسم التاني بتاعه لو هو اسمه طيب. وقبل كده جبنا سيرة برضو لليونيلاترال قلنا كلمة يونيلاترال يعني بتكلم على لما باجي اتكلم عن البايلاترال يبقى انا بتكلم على طيب ايه بقى سوبرفيشيل انترميديت انديب? سوبرفيشيل يعني حاجة موجودة ناحية ناحية حاجة سطحية سطحية يبقى اسمها طيب حاجة تحت السطح بكتير هسميها ديب. يبقى لو عضلة موجودة جست بلو السكين ان سوبرفيشيل فاشية بقى سميه سوبرفيشيل جروب اوف موسلز. لو عضلة مسلا موجودة ديب تحت قوي تحت السورفز فبسميها ديب. لو لقيت لير مسلا فور اكزامبل من العضلات ما بين السوبرفيشيل انديب ليرز يبقى بسميها انترميديت لير. يبقى السوبرفيشيل وانترميديت وديب علاقتهم بسطح جسم الانسان. الحاجة السوبرفيشيل يبقى موجودة تحت سطح جسم الانسان على طول. الحاجة الديب دي موجودة ديب تحت بعيدة عن سطح جسم الانسان والحاجة الانترميديت هي ميد واي بتوين سوبرفيشيل ان ديب طيب. البادي بلاينز بقى. عايزين نعرف كده ايه كلمة البادي بلاينز? يعني اكيد دي معناها خطوط انا خدتها على جسم الانسان. وعلى اساسه اتقسمت ايه لاسماء? تمام? خطوط انا خدتها على ايه هم دول? هم عبارة عن حاجة اسمها وحاجة اسمها او وحاجة اسمها او تمام? طيب كل واحدة من دول هنعرف يعني ايه? معناها? طيب اول الحاجة الساجتال بلين. الساجتال بلين يعني اسمت جسم الانسان انتو رايت اند لفت بورس. ده بسميه الساجتال بلين. بسميه ايه? ساجتال بلين. طب اما الميت ساجتال بالزبط يعني على واجه التدقيق بالزبط الميت ساجتال او الميديا البلين هي اني اقسم يعني مش بس ده انا اسمته الى رايت ان لفت لأ يعني مشيت بالزبط في الميت ساجتال او تمام? يبقى اول بلين ساجتال بلين اسمها الى رايت ان لفت. لو انا اه يعني او يبقى حاجة اسمها اللي هو اسم تمام? تمام? الفرنطل او بقى احنا عندنا في بتاعتنا في سوتشر اسمه او المكان اللي بيتلبس عليه التاج تمام? اي تاج بيتلبس على كده بيبقى واقف عند لين معين. فعشان كده احنا سميناه جاية من التاج تمام? الخط ده لو جيت خط منه لين واسمت بيه جسم الانسان هلاقي ان الخط اللي انا خدته ده اسم جسم الانسان الى انتيريور يعني جزء امامي وبوستيريور حافز من يعني كايني اسمت جسم الانسان بحيث تقسم الى جزء امامي وجزء خلفي. فده بيمشي فين الخط ده? بيمشي في ما بين العظمة اللي اسمها والعظمتين اللي موجودين ورع في الهد اللي اسمهم هناخدهم بعدين. الخط ده او ده في اسمه فلما باجي اخد فيه الخط بسميه الكورونال بلين. الكورونال بلين ده بيقسم جسم الانسان الى انتيريور جزء امامي وبوستيريور جزء خلفي من الهومان بادي. طيب البادي بلين ده الاخير اللي احنا عايزين نعرفه جاي من اسمه كده على طول. او بنسميه الكروس سكشن بلين او الهوريزونتل سكشن. ده بيقسم الهومان بادي الى ابر بارت ان لور بارت. بدا بسميه يبقى انا خدت سكينة وقطعت ايه? جسم الانسان بالعرض. عملت فيه كروس سكشن او لقيت ايه? لقيت ان البادي او يتقسم الى ابر بارت اند لور بارت. يبقى كده البلينز اللي احنا اخدناها. ساجتال بلين. الكورونال او بنسميه ده كل بلين زي ما قلنا وصفناه. او الساجتال بلين اللي هو قسم البادي الى رايت ان لفت هافز. لو انا دقيقة قوي يبقى اسمه بيقسمهم الى او الكورونال بلين اللي هو بيقسم جسم الانسان الى انتيريور. جزء في الفيس من انتيريور كده. وجزء في ال back of skull او ال back of head من ورا. يبدأ انتيريور هاف و بستيريور هاف. واخر بلين عندنا لو اسمه transverse plane بيدividه human body into upper and lower parts. Thank you. Thank you.